إذا أريد أن يخطيس الأمور بثلاث نصائح أقول تخذ خطوات روحية عملية تخذ خطوات روحية وتخذ خطوات قناعية إذا يمكن أن نقول قناعاتك خطوات العملية اقبل نفسك أعرف قصد الله ودعوته لحياتك نحن نقول باللبناني لا أحد يستطيع أن يحمل خمس بطيخات في يد واحدة على الأرجح سأقع أربعة منهم أو ربما خمسة أحمل واحدة أحمل بس واحدة لا يمكنك أن تشتري كل السيارات لأنه يعجبك لا يمكنك أن تدرس كل الإختصاصات لا يمكنك أن تزوج كل النساء فبالآخر اختر واحدة التي الله أرادها اقبل ضعفاتك هذه قمة النضج قال لن نعتم على ضعفاتك اقبل ضعفاتك اقبل محدوديتك ففي ناس بفكروا لو بإمكاني أتغير أتخلص من هذه النقطة الضعيفة في حياتي لحققته العجائب اجرب قال له العكس لابولوس قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل قال أنا عارف ليش تركت الضعف في حياتي لإلا أرتفع أرتفع شوف حالي بكثرة فرط الإعلانات فوقت رب يحط تلك النقطة الضعيفة تلك المشكلة اللي نحن نسميها مصيبة فغير نمط تفكيرك في الحياة الخطوات الروحية أول شيء تعرف على المسيح لأن الإنسان المتوتر المجهد القلقان المكتئب هو إنسان غير قادر أن يغفر لنفسه ربما ينظر بدوني لنفسه ربما ضميره تعبام بسو خطياء المسيح يحرر ما خطياء المسيح يبرر يغفر لنخطياء المسيح يطهر يزيل لنا خطيانا المسيح يكفر المسيح يدمر كل شوائف في حياتنا المسيح يعمل عمل عجيب حانا يقول لي بس فيه شخص قال آمن وما تغير هذا ما آمن الله يعرف القلوب لأن المسيح لما بيغير شوف كل واحد اجت تلك المرأة السامرية الهاربة من مجتمعها بسبب حياتها الأخلاقية باختصار لما ارتوت بالمسيح لم تعد هاربة من قريتها ركضت إلى قريتها تخبر عن المسيح فترى أن المسيح يبدل ذلك الخوف ذلك الشعور بالخلف الشيم العيب الإحساس بالخزي والعار نحن بعيشونا بالعيب نحن وصغار نجيب 80 عيب عليك لما يجيب 90 بالمدرسة أنت الخامس لباس الصف عيب عليك لما يجيب أنت عملت هذه الشغلة ما تخلي حدا يعرف من خاف من الفضيحة أكتر ما من خاف من الرب تماما عيش لليوم هذه النصيحة تبيه يكفي اليوم شره الغد مش في اليد ولكن الغد في يد الذي بيديه أمرا نعم لا تفكر بالغد سلم للرب أمرك وهو يجري إسعى للسلامة وشو كمان وجد في أثرها السلامة للإنسان الإجابي ما بتلاقي غير هيدا زعلان من هيدا لأنه ما بعرف شو قاله أو أعمل فيه بالماضي يا أخي أطرح هذه الأمور عنك المشاكل مش مع يعني البعاد وما هي الجرح الأكبر اللي بيجي من الأقرب بتلاقي الناس يعني بعرف ناس عاملين بلوك لنص عائلتهم وأصحابهم يعني كبر عقلك ويمكن من أمور كبر العقل حط الحق شوي عليك ربما مش الحق كله على الآخرين أكي بقولك الباب اللي بيجيك منه الريح سده استريح إي بس إذا سدنا كل الباب بنختنئ أكيد فيه لازم نترك متنفس متنفس لنا اغفر لنفسك ياما فيه ناس مش قادرين يتخلصوا من الماضي مش بس مش قادرين يغفر للآخرين مش قادر يغفر لنفسه كيف أنا بعمل هذا الخطأ كيف أنا الرجل وأتصرف هيك كيف أنا أعمل هذا العمل التجاري ووصلت إلى هنا والرب قادر أن إما أن يصلح أمور الماضي ما أفسدناه وأما يعطينا مستقبل أبهر مما خسرنا مثل أيوب كانت حياته سترسفو الله لم يقم أولاده وبناته اللي ماتوا من الموت لكن أعطاه أولاد غيرهم ورد له أملاكه تماما فيه أمور رد له إياها رد الله سبي أيوب وفيه أمور صالحه مع الآخرين أصحابه لما صلى لهم وفيه أمور جديدة أبهى من الماضي الرب أعطاه أضعاف ورد اعتباره كمان ورد اعتباره نحن لو إن أرض الرب طرق إنسان جعل أيضا أعداءه يسالمونه فالاضطراب هو نتيجة السترس والسلام هو عمل إليه يعمله في حياتنا